بشكل واضح وجليه أنه كل الملفات اللي فيها أزمة هي الملفات اللي تمسكها الدولة لقيتش أزمة في الشامبوان، لقيتش أزمة في حاجة أخرى يحكي على الياغورت والأحليب الإشكال الكبير وهو يدرك جيداً أنه المونوبول الأحليب الدولة هي اللي رعيته الإشكال الأكثر من هكي أنه الأحليب اللي قاعد يتباع بالخسارة الدولة قابلة أنه الانتاج يتقسم بين الحليب والياغورت اللي تعويذ الشركات المصنعة ويتحكي على الياغورت في منواع ياغورت تفقدت الناس اللي تستهلك، الناس اللي عندها صغار تاكل بيتسويس تعرف أن البيتسويس قاعد يقص الناس اللي تستهلك تعرف أن الزبدة مفقودة الناس اللي تمشي هي تقذي وتاقف وتدور من بلاسة لبلاسة لوجه على زبدة وعلى حليب وعلى الزيت ولوجه على القهوة وعلى التاية وعلى السكر إذن لخص لخص وأنواع بقارونة عدة مفقودة الاشكال اللي ندرس بابها عدم تزويد السوق بالمواد ومش الاحتكار، الاحتكار ينجم يأثر 10% وإذا الاحتكار بعد عامين ونص يا برهان بعد عامين ونص وانت تحارف في محتكرين إما تحارب في ولاد بسم الله ونعتذر منه سيد المشاهدين أو أنك تحارب في وهم والأخطر أنك تكون تحارب في وهم لأنك تضيع في جهدك وفي جهد الدولة وتراهم في مستقبل بلاد كاملة من أجل تحقيق وهم كان عندك أنت الاشكال الكبير هو هذا مش حاب نفهمه الناس هي اللي تمشي تقذي الكلام اللي نحكيه هانو والكلام يحكيه نجيب ما يعدلش حيث الناس يغفر في العطار ويبش المغازة كبرى يلقى عنده مشكلة هذاك هو واقعه واشكول المسؤول عليه هي الدولة سونيا يلا يلقى